مستر معاذ بداية للي ما بعرف ما هو مهرجان صيف عمان كيف بتعرفه سيدي مهرجان صيف عمان هو من أهم الفعاليات اللي أمانة عمان بتقوم بتقديمها لمواطنين عمان وزوار مدينة عمان وبالأخص بيكون في فترة الصيف فهو موجود على أجنتة أمانة عمان يعني ومرتبط بأهداف الاستراتيجية اللي بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين مهرجاننا كل سنة بيكون في حدائق الحسين السنة هاي كنا في موقعين وما زلنا موجودين يعني ليوم الجمعة إن شاء الله بحدائق الجبيهة بشمال عمان أهم ما يميز هذا المهرجان هو بيقدم كافة الفعاليات والأمسيات العمانية ذات الطابع الثقافي والتراثي والفلكلوري طبعا خلينا نحكي بحدود 70% لـ 80% من الخدمات المقدمة في هذا المهرجان هي للأطفال والعائلة أضف إلى ذلك موجود أنه في مشاركة كبيرة من أصحاب الحرف اليدوية والمأكلات الشعبية من مختلف محافظات المملكة يعني أنه بحدود 140 عارض وعارضة مشاركين معنا في الموقعين بالإضافة طبعا للأعمال الدرامية والثقافية والمسرحيات والعروض الفلكلورية اللي تعرض على المسرح الرئيسي في حدائق الحسيني يعني مو مهرجان خلينا نحكي متكامل وصار منه 15 نسخة الدورة الـ 16 شو بتختلف على النسخة السابقة؟ شو الإشي الجديد الموجد بهذه الدورة؟ سيدية بالنسبة لهذه الدورة كان في عنا تركيز كبير على المحتوى اللي عم نعرضه للناس من خلال الأعمال المسرحية والدرامية والألعاب التفاعلية للأطفال فمثلا في زاوية بيشاركوا فينا معانا مركزها الثقافي اللي هو تابع أحد الموصات التابعة أو الدوائر التابعة لأمانة أمان الكبرى مثلا الألعاب الشعبية هذا دور كمان خلينا نحكي من الفعاليات المهمة اللي درجت على البرنامج بحيث إنه كمان إحنا نحيي الذاكرة الموجودة عند الأهالي ويعلموها لأولادهم بدل ما إنه نحاول نبعدهم شوية عن أجواء الألعاب الإلكترونية أو الموبايلات والتابات وهي الأمر هذا الجيل كله هيك ألعاب يعني للأسف بس لكن هذا صفه يعني متطلب فإحنا كل سنة بيكون في عنا تقييم للمحتوى تبع البرامج ولكامل التفاصيل الموجودة في البرنامج الخاص بصيف عمان وقبل ما نعد أي برنامج أو أي عدد للمهرجان السنة القادمة بنحاول نطور عليه ونشوف الناس نشوف الفيدباك اللي إجابة للناس ونتعامل معه بحيث أنه كمان الاستفادة نضمن أنها تكون توصل بالشكل الأمثل يعني والإضافة الثانية إذا تسمح ليه هو كان في عناك أيضا مشاركة دائرة المكتبات عنا بالأمانة معرض كتاب بيشمل على كتب مختلفة لكامل الفئات وأيضا كمان توزع هذه الكتب بشكل مجاني فهذه من الإضافات اللي صراحة كانت مميزة هذا العام يعني ذكرت أنه الكتب توزع بشكل مجاني وأثناء تحضيرنا للمقابلة حكيت أنه ألف كتاب عم بتوزع يوميا ما طبيعة هذه الكتب إذا نقدر نحكي أكتر عن الكتب اللي موجودة فيه معرض الكتاب والكتب الموزعة على الغالب الكتب الموجودة هي في عنا كتب وطنية وكتب تاريخية وأيضا روايات وقصص للأطفال وأيضا في عدد من اللغات فهي مجموعة شاملة من الكتب بتم اختيارها بعناية وعنا مشرفين من الدوار المعنية وبرضو بتم كمان إذا حدا من الأطفال وعنا بده يطلع أكثر وقراءة قصص برضو ما عناش مشكلة نتعاون في هذا المجال يعني كتب خلينا نحكي متنوعة لأي عمر يبدو نعم موجودة كتاب وخلينا نحكي أنه الناس تعتمد على الكتب أكثر ويرجع هذا الجيل بأنه فيه إحصائية بتحكي لك أنه بعد عشرين سنة الناس رح تنسى هاي الطريقة لا إن شاء الله لا إن شاء الله لا ولكن أنا اللي لفتني أكثر إشي أنه موضوع أنه بتحكي أكثر على أنه فيه ناس يدوياً بيعملوا أشياء وبرضو حكتنا جوه قصة ويهي كنت تحكي لي أنه رح حكي لك رح أفاجأك بقصة عن واحدة اسمها أم محمد صراحة يعني أنت اليوم إذا بتيجي بتلاقي أنه أنت اليوم سهمت في أنه تعطي فرصة مدة ثمن أيام أو عشر أيام وتفرش قداش المدة أنه يكون عندك فوق الميت عارض وعارضهم يعني هذولا أبناء المجتمع الأردني صحيح من مختلف أطيافهم من مختلف المحافظات إحنا عمنا بنخلي لهم بنعطيهم المساحة يعني المكان والزمان وبنحاول نشبك الناس معاهم أنه تعالوا شوفوا هذه المعارضات وإحنا بشكل يومي أيضاً بنروج لهم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني خلينا نحكي عام ومنظم أنه شوفوا الناس إيش بتعمل فأم بارح أنا يعني بالأمس كنت بالسوق الموجود عندنا بالبازار بحضاق الحسين فميلت أواحد منهم جعاني يعني يعني شفت هالمعجنات إيش هي صراحة مشاهية بتعملوا عندك يعني live cooking قدامك الموضوع بصير يعني العجينة تبعت زمان تعرف كيف من الطنزر للحنزر زي ما بيحكوا شبابي علي بأشخوري عنده محمد عنده محمد فميلت عليها ما قدرت صراحة محمد من جرش سيدي بتيجي بشكل يومي على عمان تيجي يومياً على حداخل حسين عشان بالضبط بتعرض منتجاتها بتعملها قدامك بتوكلها وهي سخنة وبنفس الوقت يعني فيها إفادة أنت يعني قاعد بتحاول أنك تساعد هاي الناس أنها يعني تزيد من مدخولها وتطور من منتجاتها فرصة أنها تروج لقدامي يعني أنها تفتح مشروع أكبر فهي النظرة اللي إحنا لازم صراحة من خلال هاي الفعليات اللي ممكن إحنا نركز عليها حتى يعني يكون صراحة هناك استمرارية ويكون في عندك إدامة لهاي الفعاليات يعني بس إذا بتسمح لي شغلة مستر معاذي وهي أنه الطاولات هاي اللي عم بتوفروها أعتقد بشكل مجاني للأشخاص اللي حابين يعرضوا المنتجات يعني هاي شغلة جداً حلوة لأي شخص وحابب أنه يقدم الطعام أو عنده خلينا نحكي منتج معين حرف كثيرة أو حرف كثيرة أو حرف كثيرة ويقدمها مطرزات وأشياء كثيرة يعني صراحة مثلاً سماك بلدي إذا بدك فيه كمان يعني كثير أشياء اللي أنت يعني أمهاتنا وجداتنا كانت تعلمنا عليهم وأنه كلهم متعودين عليهم فتلاقيهم بهذا البزار ومن غير تكلفة على الشخص اللي تعرض هذا المنتج أو أسعار معقولة جداً يعني إذا بدنا ننظر على مهرجان صيف عمان من الناحية السياحية إحنا عارفين أنه إحنا هلا بفترة في الكثير من الزوار من خارج الأردن عم بيجوا على الأردن ما هو دور المهرجان السياحي والفعاليات المخصصة للأشخاص اللي من خارج الأردن فيدي أمانة عمان الكبرى هي الجهة اللي بتدير مدينة عمان بالكامب وجزء كبير من يعني خطتها الاستراتيجية إنه فيكم في عنا دائماً مراكز جاذب سياحية موجودة في المدينة عمان عمان مدينة جاذبة عمان مدينة آمنة مدينة حاضنة دائماً بنرحب بضيوفها فبالتالي أنت كمان مرافقك لازم تكون جاهزة لازم تكون آمنة لازم تكون مهيئة حتى تستقبل هذه الأعداد وعدد كبير صراحةً بيجينا من الجاليات يعني خلينا نحكي أولاء يعني أبناء المقتربين وأيضاً الجاليات العربية الموجودة واللي بيجوا كمان من الدول المحيطة فبالتالي بيجوا وبينبسطوا وهم واضح عليهم الفرحة اللي هم موجودين في مواقع مؤمنة وآمنة وفي عندك فعاليات مجانية أنت مش عم تدفع مش عم تتكلف بشيء وبنفس الوقت المكان آمل أطفالك مش خايف عليهم ما في أي شيء بخوفك فبالتالي اليوم حتى على الأجندة العامة لأمان تعمان أولى شراكة مع الوزارات وفزي وزارة السياحة والأثار موجودة صيف عمان يعني على الخارطة السياحية لكفعاليات موجود صيف عمان كل سنة الأجندة بشكل ثابت وإن شاء الله سنوات القادمة نعمل أنه يكون بمواقع كمان أكثر وأكثر يعني التطور برضو صار بهذه السنة أنه صرته بموقعين بدل موقع واحد يعني أنا بقدر أحس هذا الإشي منك أنه أنت مباهرت بحده موجود أصلاً من الناس المشاركين بهذا البازار ولكن أنا هسا أنا وزيد بدي أطلب منك طلب بدك تحكي لي شو أهم الفعاليات اللي جاي هو طبعاً ضايل لتساط عشر شهر يوم الجمعة أي وإلى يوم الجمعة كيف أنا وزيد هسا إحنا كناس وعن جد هيك منحضر قاعدين نيجي شو أهم إشي ممكن يصير عشان عن جد إحنا نكون محمسين طبعاً غير الأشياء اللي كثير الناس المهنيين اللي بشتغلوا بس هيك فعاليات معجلات أم محمد إحنا أنا رايح أدوكم معجلات أكيد عادكم أطفال؟ لا أنا ولا لا بطلع على خالد بتعرف عليه على هو طفل شكراً لأ أنا مشجعكم يتجوزوا شباب شكراً لزوجين إن شاء الله لا بالعكس طبعاً أهلا وسهلا فيكم بتشرفونا ومن خلال تلفزيوروية اللي أطاح لنا الفرصة اللي نحكي عن هذا المشروع الوطني الأردني بيطابعه وبيهويته الثابتة طبعاً موجود أنه في مسرحيات كومدية في فقرات مثلاً لفرق تراثية أردنية من الشمال للجنوب برضو متنوعة وعلى الهامش طبعاً أنا برجع بحكي يعني أنه البرنامج الموجود للأطفال هو الأقوى يعني هو اللي صراحة يعني ما أخذ الوزن الأكبر من صيف عمان فهو الرفاهية الأكبر هي للأطفال يعني لا بالعكس طبعاً أهلا وسهلاً وموجود للكبار أحفادنا جايين هم أصلاً من البلاد مغتربين يشرفونا سيدي بالإضافة طبعاً نقطة مهمة يعني لازم نعرج عليها ونحكي عليها طبعاً مع كل الشكر والتقدير لكافة أجلسة الأمنية اللي شغالين معانا صراحة اللي ساعات طويلة بتنظيم هذا الحدث إحنا موفرين مواقف في محيط حدائق الحسين برضو مواقف مجانية بنفس الوقت في أن حافلات تنقل الناس من هاي المواقف المجانية لداخل حدائق الحسين وبرضو هذا كله يعطيه موضوع النقل من مكان لمكان داخل حدائق أيضاً هو نقل مجاني حتى للكبار فيه النبصات مكشوفة فيه قطار مكشوف ففيه أشياء يعني لازم تشوفها بعينك حتى يعني تحس وتلتمس هذا المنتج صراحة الوطني الموجود برنامج المهرجان الكامل وين موجود إذا الناس حابين يشوفهم؟ طبعاً على صفحاتنا على السوشال ميديا الأمانة عمان موجود كل شيء هذه اشتركوا في القناة